موسيقى سعي التيارات اليهودية لبناء الهيكل المزعوم مكان الحرم القدسي شريف أخذ في الزياد وآخر تجليته يتمثل باختحام متزايد لباحة الحرم من قبل وزراء وعضاء الكنيسة فيما يحدر مهندسون خططا لبناء الهيكل المزعوم مزيد من التفاصيل مع منال إسماعيل التيارات اليهودية الداعية إلى الصلاة في الحرم القدسي الشريف والتي حلمت في إعادة بناء الهيكل المزعوم آخذة في التزايد في الآونة الأخيرة مجموعة من المنظمات اليهودية المتطرفة أعادت إلى واجهة الاهتمام في إسرائيل الدعوة إلى السيطرة على الحرم القدسي أما وسائلها لتحقيق ذلك فهي اقتحام متكرر لباحات الحرم من قبل وزراء وأعضاء كينيسة مهندسون يحضرون الخطط الهندسية لبناء الهيكل الجديد المزعوم وزيارة آلاف التلاميذ اليهود إلى معهد الهيكل نحن نريد كسر حضر صلاة اليهود في الحرم زخم التطرف هذا لم يقتصر على المنظمات إنما وجد صداه أيضا لدى عدد من حخامات الصهيونية الدينية 2074 مستوطنا دن سباحات الحرم في الأشهر الأربعة الأولى من هذه السنة هنا صرخات التكبير تتعالى مع تدنيس هذين المستوطنين لأرض الحرم وعند سؤال أحدهما عن حتمية السيطرة اليهودية على الحرم يرد بثقة تامة حتما سيتم بناء الهيكل هنا قريبا واختلاع هذه القضارة من هنا هذه القضارة يوجد هنا قضارة تجاهل الشرطة الإسرائيلية لمحاولات المتطرفين المتكررة لاقتحام باحات المسجد الأقصى والصلاة فيه لم تمنع المقدسيين من التصدي لهم هذه أحجار يجمعونها من البحر الميت لبناء المذبح بانتظار نقله إلى الهيكل المزعوم كل الأدوات الموجودة هنا في هذا المعرض معدة لنقلها إلى هناك وكما أمن بأن دولة إسرائيل ستقوم نؤمن أيضا بأن الهيكل سيقوم هي مسألة وقت هي مسألة توفر العدد الكافي من الأشخاص الذين يريدون ذلك بناء هيكلهم المزعوم سيقوم على أنقاض مساجد المسلمين بعض كلامهم تضمن الحديث عن تدمير المساجد وعلى حد علمي هي تصرفات ممولة من قبل وزارات حكومة في مجالات ميزانية التربية والمواصلات والأديان هكذا يبدو المخطط قطار عادي وقطار أنفاق لنقل اليهود للصلاة في الحرم وكل ما تبقى من ناحيتهم هو الحصول على الموافقة المفارقة تكمن في أن سعي الطيارات اليهودية لبناء الهيكل المزعوم على أنقاض الحرم القدسي يقابله صمت عربي وإسلامي يشجع المتطرفين اليهود على المضي قدما في خططهم